اشتركوا في القناة 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 عندما يكون عنده امن وامان واستقرار ما فيش فيه حد بيهدد المملكة لا من الداخل ولا من الخارج وبالتالي يجلس على كرس العرش ده دليل على ايه الامن القومي قوي جدا والامن مستتب داخليا وخارجي ثم البعد الرابع او الباب الرابع في تكرير الهدهد دهو اللي هو ايه الموقف من التوحيد اني وجدت مرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ده دي صورة عن ايه الاعلام وازاي يشتغل منها اقدر استنبط ان الاعلام رسالته تتلخص في محورين اثنين المحور الاولاني تشكيل وعي المجتمع المحور الثاني الحفاظ على قيم المجتمع وعلى مصدقية ده دي مدطلبات الاعلام بعد ما اقول الرسالة يعني سبقتين في الفكرة نتكلم فيها الجميل او لو نجي نتكلم عن الرسالة اول محور فيها تشكيل وعي المجتمع يعني تشكيل وعي كنحية ثقافية كنحية سياسية ثقافة عامة احطوا بالاخبار والاحداث الجارية وقضايا الساعة الى غير ذلك ده محور ايه تشكيل الوعي يعني مثلا ايه اللي بيحصل في مصر ايه اللي بيحصل في افغانستان ايه اللي بيحصل في امريكا ده ايه احطوا بالاحداث الجارية القضايا الساعة مثلا يقول ايه ده سفينة الفضاء نزلت على المريخ خبر لازم وحيطوا علما بيه وهكذا الثقافة السياسية زي ارفع وعي السياسي ده بينقلنا الى البعد التاني وهو الحفاظ على القيم او دعم قيم المجتمع يعني بعد الثورة احنا عاوزين نرسخ في المجتمع الديمقراطية والشورى وتدول السلطة لابد ان الاعلام يكون دور مهم في تعميق هذه القيمة قيمة قيمة المواطنة والمساواة قيمة التعاون والمشاركة والتوافق والتقالف الى غير ذلك دولة المحورين هي طبعا تكلمنا على رسالة الاعلام ودور الاعلام هو طبعا ممكن نحتاج سبع حلقات نقدر نتكلم فيهم على رسالة الاعلام بس الرسالة ومعروفة معلومة لمعظم الاعلامين ازاي تتحقق؟ اه بس هو حضرتك هي يعني فتحت لي نقطة اغطيها بالمرة اللي هي موضوع الشفافية والحياد والمصدقية تخيل حضرتك لما الاعلام يتبنى وجهة نظر دون اخرى او يتبنى الترويج لطيار او لفكرة او لناس على حساب ناس فيبقى ده ما فيش في حياد المعلومة لما تكون غير دقيقة او غير صادقة ده يساءل الاعلام نفسه لابد الاعلام يتميز بالشفافية والحياد ايضا لابد الاعلام يرتقي بلغة الخطاب لغة الخطاب الانسان مش يشغل الجماهير بانها هيكل ايه ويشرب ايه ويلبس ايه وهيصهر النهاردة فين لان عاوز ارتقي به الى معالي الامور ارتقي به دائما لغة الخطاب نفسها حتى طريقة الكلام الكلمات نفسها ده ضرورية جدا في هذا الامر ايضا الاستقلال ده ضرورية جدا عشان الاعلام يؤدي رسالته لابد من تحقق استقلال الاعلام عن السلطة التنفيذي كان زمان كان الحكومة كانت متغولة على كل شيء بما فيها الاعلام فكان الاعلام لسان حال الحكومة للأسف الشديد في حين الاعلام مفروض يرتقي بالجماهير ويرتقي بالشعب كل الشعب فهنا خلينا نقول حاجة بس ما سوري الاعلام في كل حتة في العالم بيبقى موجهة يعني في بعض يعني ده شفناه في كل الاعلام اللي في برا فهل في معايير معينة وفي ثوابة معينة هيتم ضمها يعني هتضموها في الخطة اللي جاية عايزها بس في معايير معينة في حاجة معينة هتحط يعني هو في حضرتك اما ادخل في تفاصيل الخطة للإعلام او رؤية للإعلام فهنا هنتكلم على الإعلام سواء إزاع وتلفزيون الشبكة العنكبوتية الشبكة التواصل الاجتماعي الصحافة عموما ثلاث محاور دون نتكلم فيهم يعني لو كده نبتدي بالإزاع وتلفزيون يعني عايزة أسأل هاريك هاريك قلت في كلامك استقلال الإعلام أو أنه يعني فصلوا عن السلطة التنفيذية بمعنى عدم موجود وزارة للإعلام أنا أفضل ذلك أفضل أن ما يكونش في وزارة الإعلام يكون في مجلس وطني أو مجلس أمناء للإعلام بيحدد سياسة الإعلام سياسة الكنوات سياسة الإزاعات الفضائية وما إلى ذلك بحيث أن هو يحقق أول حاجة الرسالة بتاعته أو يدعم الرسالة بتاعته الأمر الثاني يخاطب أقلياتنا بمعنى إيه؟ في مصريين عايشين في الخارج المصريين دولت عشان ما حسوش بالغربة وحسو دايما أنه معايا وكأنه مازال في مصر لأنه يؤدي خدمة للشعب المصري أو خدمة للدولة هو في الخارج عشان ما أحبوه في المكان وما يحسش بالغربة لازم أعيشه البلد وإيه اللي بيحصل فيها أعيشه أيضاً من خلال المتابعة اللي هو عايزه أتواصل معه ده ممكن يكون في مخطبة الأقليات الأمر الثاني الرقابة طبعاً بعض الناس بينظر إلى الرقابة نظرة سيئة شوية في حين أننا ننظر إلى الرقابة بمعناها الصحيح ممكن تكون إيجابية جداً وتؤدي إلى مردود ويؤدي إلى تكامل المراكب والمراكب بمعنى إيه فندم إلغاء الرقابة؟ نقولش إلغاء الرقابة المجلس الواطني أو مجلس الأمناء للإعلام ده يحقق الرقابة بمعناها الحسن يعني مثلاً لما أب ابنه يجيله يعني ويشد عليه أنت أتأخرت إليه؟ أنت كنت فيه؟ هل معنى كده أنا عاوز أزله؟ أعاوز أتعبه؟ لأننا عاوز مصلحته فكذلك أيضاً الجهات الرقابية دائماً دورها هي التعاون مع مجلس الأمناء أو خلافه ما هي مفهوم الرقابة من وجود نظر حضرتك؟ ما هو حضرتك لها معاني كثيرة يعني ممكن تكون بمعنى المحاسبة ممكن تكون بمعنى المتابعة والمحاسبة في هذه الحالة قيمة يعني كما يقولون في الديمقراطية هذا المحاسبة تعزيز يعني لما أحاسب ابني أنا بعززه بحسن موقفه أعاوز أوضح له أنه أنني قلبي عليه أنني أعاوز مصلحته فده تعزيز حد ذلك طب يا فندم ما هو مين هيتم يعني من اللي هي يضع المعيير والأسس دي يعني على أي أساس هيتم اختيار المعيير والأسس هيتم على أساسها رقابة أو فرد رقابة على جهات معينة أو على صحف معينة أو على تلفزيونات معينة أو على قنوات معينة هو برضو كلمة فرد رقابة بس هو ده حيتم فقلينا بس نقوله هيبقى شكل عامل زي هيبقى فرد رقابة هيبقى حضرتك ميثاق شرف إعلامي الإعلاميين أنفسهم هم اللي هيشاركوا في وضع هذا الميثاق ويقولوا إيه اللي ناسب يعني مش أنا المجلس الأماناء ده أي ناس لا ده ناس هيكونوا مرضو متخصصين ناس محايدين ناس شيوخ في الإعلام أسدزة في الإعلام ويعود يحطون إيه تصور كيف تكون المحاسبة كيف تكون الرقابة الصحيحة كيف يكون ترشيد الإنفاق إلى غير ذلك من الأمور بما يرضي أيضا الإعلامين هم يفقوا عليه بعد كده نبدأ ينفزه حدثك بتتكلم هنا أما بنقول الإعلام أو التلفزيون بنتكلم على القنوات الخاصة كمان ولا بنتكلم فقط على التلفزيون على كله طبعا هل أصلا ممكن أن تفرد رقابة أو متابعة لو بعيدنا تماما عن كلمة رقابة على قنوات خاصة يعني لما يكون في عندي مفاق شرف إعلامي لكل القنوات الخاصة والقطاع الأهلي حتى والقطاع الخاص والعام والأهلي كل يتوافق عليها لمنع أن أنا أسألوا فيها بس مع الأغزاء في الاعتبار أنا ما أطالبش القناة الخاصة أنها تبقى محايدة ما قدرش ده هي خاصة أصلاً وبتعمل تجيب فلوس من خلال انحيازها لطيار معين لكن الإعلام الوطني أو الإعلام المملك للدولة لابد أن يكون محايد ويعكس كل الرؤى محايد ويعكس كل الرؤى يعني لا تفردش عليه حاجة معينة يعرضها تمام ده كلام جميل جداً طيب خلينا كمان نيجي على شبكات التواصل الاجتماعي سواء تويتر فيسبوك وسمعنا كلام كتير جداً عن نحتمال يتم غلق هذه الشبكات فعايز أعرف من حضرتك صحة هذا الكلام هو شبكات التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو حتى الإنترنت عموماً الكلام اللي احنا قلناه على مجلس الأمناء لا مالع يكون فيه مجلس إعلام إلكتروني لهذه الشبكات أيضاً ينظم عملها ويحط سياستها زي اللي احنا قلناه فيه سياسة الإزاعة والتلفزيون لكن الشبكات الإلكترونية أو الإنترنت عموماً يضاف لها أبعاد أخرى من هذه الأبعاد أنا بتصور ما يكنت الجهاز الإداري للدولة يعني حضرتك عاوز خدمة أو مصلحة من مؤسسة من المؤسسات أو وزارة من الوزارات تدخلي على الموقع بتاعها يعني كافية استغلال المواقع دي في خدمة المواطنين هذا خدمات بالضبط بدل ما يحتك المواطن بالموظف العام يقول له فوت عينا بكرة يا سيد أو يقول له يفتح له الدرج لا أنا عاوز أفصل دي طبعاً ده موجود في قطعات كتير يا فندم تمام هي برضو أنا عاوز أقول حاجة أنا مش عاوز أعميمها النهاردة لا ده بعد فترة أن نحن بنعاني من مشكلة البطالة لما حل مشكلة البطالة ووفر فرص عمل أنتقل إلى تقنية مايكنت الجهاز الإداري لأنه بتوفر فرص العمل وبالتالي وبالتالي ده في المستقبل لا في نقطة كمان حضرتك سألت على الشبكات الإلكترونية دي عشان بس يا فندم أنا بس عايز أقول إن سمعنا بس إن هيتم إغلاق بعض المواقع لباحية مثلاً ده سمعنا عنها إذا الحق يعني تم بدل ما أغلقها ويبقى في رقابة فوقية تم أعمل أعمل أرتقي بالزوق العام أعمل تحصين ذاتي في عندي ميثاق شرف إعلامي وهم راضيين به ومكرم به يلتزمون به عند إذن مشابه فيه غلق قهري ولا إرقابة فوقية طيب إحنا برضه لازم نأكد أن ميثاق الشرف الإعلامي هو موجود بالفعل في مصر يعني من الستينيات فمش عارفة بقى الحاجات دي هتطبق إزاي في الفترة الجاية يعني في خطة مثلا دينا سألت حريك دلوقتي على المواقع التواصل الاجتماعي إحنا تكلمنا على إيه الخدمات اللي ممكن يقدمها الإنترنت طب المواقع الموجودة بالفعل اللي الناس بتعتقد أن هي بتقدم لهم خدمات بالفعل زي فيسبوك وتويتر هيحصل فيها ما هو حضرتك فيه بعد أضيفه أيضا التكنولوجيا المعلومات إحنا ما زلنا بنستورتها ما زلنا للأسف الشديد على الرغم أن إحنا عندنا كل الإمكانيات لإنتاج هذه الصناعة وتصدرها أيضا يعني فيه عندنا أسادزة فيه عندنا معاهد وكليات وأقسام يعني على سبيل المساعدة في كلية علوم قسم الرياضيات عندي في القسم بتاع القسم واحدة هو فيه أسادزة وأعضاء هي التدريس واخدين دكتورهات في هذا المجال من أمريكا وفيه ناس واخدينها من أوروبا وفيه آسيا يعني فيه عندنا إمكانيات رائعة جدا لابد من إحنا نوظفها ونرتقي بهذه الصناعة بحيث مش ننتج بس ننتج ونصدر إن شاء الله في المستقبل فيه بفيه تكامل بين الشبكات يعني العالم العرب والعالم الإسلامي لغة واحدة مكان واحد آمل واحدة آلام واحدة ما إيه المنع يبقى فيه تكامل فيه شبكات الإنترنت مع بعضها عشان نقاوم الغزو الفكري والفوضى الثقافية وما إلى ذلك البعض حيتخيل أن كلام حضرتك برضو فيه تأييد كبير جدا لحريات ويعني إنترنت ده هو الوسيلة الوحيدة اللي تعتبر مفتوحة بشكل كبير جدا على العالم كله فما يجي أقوله لا أنا إحنا مجتمع عربي أو إحنا مجتمع إسلامي فأنت مضطر أن أنت يعني تستخدم شبكات معينة أو أن أنت تتواصل على مواقع معينة هل ده حق لنا يعني حق أن إحنا نفرده على الناس ولكل واحد له حق الاختيار بقى يختار الشكل اللي يعجبه في التواصل وعايز أكمل على كلام ما هي كمان يمكن في بعض الدول ما عندهش إنترنت خالص يعني موضوع الإنترنت ده ملغي تماما من البلد حفاظا على زي ما حدك بتقول على الاتقاء بالزوء العام وشايفين أن نتغذوا الثقافي من حيثة التانية فعشان كده عايزين يلغو الكلام ده هل إحنا هنتجه للتجاه ده ولا لأ؟ لا مش هنتجه للتجاه دوت وأنا بعيد وأكد مرة تانية على أهمية شبكات التواصل الاجتماعي ودور حتى بصد دي الأساس على اللي أخذنا حريتنا على فنك لا وقبل كده أنا الماجستير ودكتوري بتاعتك كلها في المستخدم أساسي في الحاسب الآلي فأنا شخصيا وأيت ذلك لا بص حضرتك الثورة نفسها حتى بيسموها الثورة الفيسبوكية مش بسموها كده أحيانا وده رجعت لإيه فاندم رجعت لإن الشباب ما كانش فيه أي مجال سياسي أنهم وقدروا يتكلموا فيه ببقى يتكلموا على الإنترنت طيب فعشان كان فيه كابت في حتة معامل لازم أسيب الحرية بسط ومش معنى الحرية إن أبضد قيام المجتمع لا طبعا فأنا نحنشأ لكده خالص إحنا مجتمع إسلامي وفي نفس الوقت مجتمع مدني ومجتمع بيحافظ على القيام بس في نفس الوقت ما فيه عش نجبت حريته خلينا نروح لموضوع الساعة والصحف القومية وتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية ووضح نفيه جاتل كبير جدا عليه ومبارح يعني الدنيا كانت مقلوبة عايزة أعرف رؤية حضرتك لي وإيه وإيه اللي هيحصل في الفترة الجاية طميننا آية فاندم استخلال يعني لوجودك معنا النهاردة وبص حضرتك هو اللي حصل في مجلس الشورى هذا العام بعد اثنان انتخاباته يعني ليس له مفيل في مصر ودي نقطة مشرفة جدا وهتشوفه إن شاء الله ليه؟ كان في النظام السابق نظام مبارك كان بيتولى مجلس الشورى تعيين رؤساء تحرير الصحف وبعض رؤساء مجلس الإدارات وبعض رؤساء مجلس التحرير بيتموا بالتعيين بيتموا بالتعيين كده والسلام إزاي؟ هي المعيير؟ مفيش مفيش طب أيهما أفضل نعين بهذه الصورة ولا أحط معايير تحتكم إلى الكفاءة والخبرة والمهنية والحفاظ على أخلاقيات وثقافة المجتمع ولا أعين على هوايا الشخصية كل السلطات كانت مختصرة ومختزلة في إيد رئيس الجمهورية ليه؟ اليوم الكل ما يشاركش وده اللي حصل بالظبط اللي حصل لكي أقولك ما حصلش له مثيل في مصر إن إحنا جبنا كل ما له صلة بالصحافة جبنا شيوخ الصحافة جبنا رأساء تحرير الصحف مش القومية وبس القومية والحسبية والمستقلة جبنا أسدزة وعلماء في الصحافة في الجماعات المصرية بعض الصحفيين كانوا متطوعين وجدوا أقدموا قالوا إحنا عندنا معلومات وعندنا أفكار أخدنا منهم وقالوا لنا رأيهم إيه في إصلاح مشكلة الصحف الكومية سواء كانت المشكلة الملكية والتمويل والإدارة أو مشكلة كيفية الاختيار وقالية الاختيار هم اللي قالوا الكلام دو يعني اللي بيحتاج بقى أو عامل ثورة علشان هذه المعايير ده هم اللي حطوها إحنا أخدناها منهم بل الأكثر من ذلك إحنا سهلناها ما نجي نعد المعايير لما نرصدها كنقاط فرضانية تصل إلى ستين معيار إحنا اختصرناهم في سبع معيير وتلت ضوابط من كلامهم برضو ما ضفناش حاجة من عندنا وهم الأعلم باللي نسبهم وزي ما كنت بقول مساك الشرف الصحفي أهل اللي بيحطوه كذلك أيضا هذه المعايير الناس اللي شغالين في الصحافة هم اللي حطوها خدتوا من العلمسان هم شايفيني المعايير بس مكزفة شوية أو مكحفة شوية عشر سنين متال لازم يمر عليه عشر سنين متالي عشان اختيار رئيس التحرير عشر سنين فترة عمل متهيقلي ما يكونش قضة يعني فيه متالي معاييره مش هارك عايزة معي نص التكرير الكامل هارك عايزة تحب تكرئيها ونشوف ايه الموجح فيها أنا بقول لحضرتك بني لحضرتك وجهة نظر لا يعني معلش عشان ايه ما نظلمش اللي تم لان اللي تم فعلا غيره مسبوك بدون مبالغة حضرتك المعايير اهيت ازا ما قلت سبع معايير وثلاث ضواب المعايير الاول ان يكون ذا كفاءة مهنية وادارية وان يكون نديه القدرة على التطوير والابتكار والنهوض بالصحيفة والقدرة على منافسة وان يقدم برنامجا برؤية واضحة للنهوض بالصحيفة فنين وادارية ايه المشكلة في كده يعني بالنسبة لي كمستمع انا شايفها ده ده يعني ده جملة نسبية جدا طبعا انا راضي شهادتكم وراضي شهادت المشاهدين اللي هو المعني بهذا البرنامج والاعلام عموما والصحاف المعايير التاني لم يتورد في وقاع فساد او سوء ادارة او اهدار للمال العام او اي قضايا مخلة بالشرف وان يتمتع بسمعة طيبة واسيرة حسنة بين زملاء ايه المشكلة في كده ثلاثة الا يكون ممن تسلي عليهم النصوص القانونية الخاصة بافساد الحياة السياسية برضو كان نحية قانونية مش انا احكم برأي الشخص الا يكون كالتعرض لجزاء تأديبي من خلال نكبة الصحفيين خمسة الا يكون ممن رواجوا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ستة الا يكون ذا ثقافة واسعة اسف ان يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعبا لمكتضيات العاصر وان يقدم ارشيفا صحفيا يحوي فكره واراءه وتصوراته وابداعاته وسيرة ذاتية يقدم فيها تعريفا بخبراته والمهام التي تولاها خلال خدمته سابعة اللي يكون قد مارس خلطا بين الاعلام او خلط الاعلام بالتحرير او العمل كمستشار اعلامي لمسؤول حكومي او رجل اعمال او شركة او مصلحة محلية او اجنبية وذلك اعمال اللي قانوني يعني برضو ايه مش كلام من عندنا ده 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 القانون اعمال اللي قانوني تنظيم الصحافة رقم ستة وتسعين لسنة ستة وتسعين ونقابة الصحفي رقم ستة وسبعين لسنة سبعين وميثاق الشرف الصحفي يعني مش لازم يكون عدى على فترة عمله عشر سنين لا دي بقى حضرك في الشروط احنا قلنا في معايير وفي شروط بزبط في شروط شروط ثلاثة قال لي يزيد عمره عن ستين سنة ايه المشكلة في كده طيب قال ان يكون هذا خبرة بالمجال الصحفي اللي تكله عن خمساشر سنة ده العوز اخليه رئيس تحرير لازم يكون عنده خبرة وكفاءة مش يقود الصحيفة او الاصدار وينهار ويباع ليه مشاكل زي ما حصل دلوقتي بشكل مالية وإدارية وبشرية كبيرة جدا ان يكون كده امضى السنوات العشرة الاخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة موهي برئيس المؤسسة ده هي ارقصها وانا جاي من بره ما عارفش عنها حاجة ولا عارف ناسها ولا عارف سياسيتها ولا عارف اخبارها ايه ولا وقعها ايه احنا كده عارضناها احنا مش هنقدر طبعا نقول يعني فكرينا عنها اينا احنا بنعرضها لا انا بررل حريك احنا مشارك في وضع هذا الكلام فرأيي انا مكر هذا الكلام وانا مشارك في وضعه يعني احنا عارضناها ولمشاهد بقى عليه انه هو يحكم واحنا في الفترة الجاية المفروض ان احنا هنعرف يعني هنتوفق دقيق ده بالمناسبة كان المطلب التاني يعني ما كلماش في المطلب الاولاني اللي هو الملكية والتمويل والإدارة ده انا محتاجين حالا لا تتكلم فيها دكتور خالد بنور عود لجنة العلامة ثقافة والسياحة بمجلس الشورى شكرا جزيلا على هذه الفرصة شكرا على اللقاء شكرا جزيلا انتقل لفاصل وانكمل معاكم بقى فخرات نهارك سعيد فخليكم معنا